وبذات المناسبة بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في البرقية أعرب مدبولي عن تقديم أسماءات التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال الذين يواصلون العمل ليلا ونهار لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة وبهذه المناسبة جدد رئيس الوزراء العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي على بذل الحكومة للمزيد من الجهد والعطاء كي تتمكن مصر الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية